مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب يعقد جلسته الخامسة حضوريا لمناقشة أهم المواضيع التي ستصب في صالح الوطن وتلبي طموحات المواطنين على أكمل وجه برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب عقد المجلس جلسته الخامسة بحضور وفد من البرلمان الأوروبي وقد تم خلال الجلسة عرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 21 من قانون محكمة التمييز وإحالته مع المشروع إلى اللجنة المختصة بصفة الاستعجال كما تم مناقشة مشروع بقانون بشأن إنشاء نيابة جرائم الأموال العامة ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس وقرر المجلس رفض المشروعان بقانون من حيث المبدأ وإحالتهما إلى مجلس الشورى ناغش مجلس النواب صباح هذا اليوم مشروع بقانون ينظم بإنشاء نيابة خاصة لجرائم الأموال العامة وأثناء ما كانت اللجنة التشريعية والقانونية تناقش هذا المشروع بادرة زعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء نيابة لجرائم الأموال وكذلك لجرائم قسل الأموال مما يعني بأن أتى قرارة أكثر شمولية من المشروع بقانون وكذلك السلطة القضائية تم تعيين وتحديد محكمة خاصة لتلك الجرائم وهذا يدل على خطبات جلالة المالك في كل دور يؤكد على أن أي نجاح أساسه التعاون بين هذه السلطات كما تم خلال الجلسة قبول مشروع بقانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك المفدى مشروع الحياة الفطرية والذي وفقنا عليه في الدور السابق وتم رفع إلى مجلس الشورى وتم تعديل سبع مواد من قبل الأخوة في مجلس الشورى ورجع لنا المشروع واليوم صوتنا على السبع النقاط التي كنا مختلفين معاهم ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك تفاهم في تعديلاتهم ووفقناها أهمية المشروع والهدف منها على اعتبار أن هذا يحمي الحياة الفطرية في مملكة البحرية هذا وقد وفق المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة كما وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برقبة أبرزها إقامة مقر لمركز تعليم القرآن في الدائرة السادسة من محافظة المحرق وفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد وقرر المجلس إحالتهم إلى الحكومة الموقرة طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين